السلام وشارككم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم حبيت نشارك معكم واحد الوصفة من الوصفات اللي انا يا نديرهم بزاف في فصل الشيتاء اللي هو عاصر معمر بالفيتامين سي عاصر صحي بزاف بنين ويخرج كمية ما شاء الله يخرج كمية كبيرة المكوينة تع العاصر هدا اللي هو عاصر الجازر فيه شوية تاع قارس وفيه شوية تاع بورتوقل يعني الوصفة هادوش فيها وشنورة باس تاع الوجوه هدايا اللي هو زرود يومي جيش كامل بين فيه القوة تاع الجازر نصلوه ونسلموه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام الوصفة هادي اللي درتها لكم هاد الوصفة نديرها انايا يعني من بكرين ديرها هاد الوصفة هادية في دارين ستعملها بزاف في فصل الشيتاء انا غري خلاص لي نعاود نديرو هادايا باش ما يعني باش نضمن باللي ولادي اموا ياخدو شوية اه لي فيتامين هادايا سختو مع الصبح وما منعطي لهم يدو معهم اه اه الصبح في القوتيك يكونوا يقروا عندي هنايا انا ندير دارت هنايا كونتيتي دارت زوش كيلو تاع زرودية مقراني في في صندوق الوصفة حنخلي لكم يعني المقادير تاع كيلو اهنايا عندي زوش كيلو تاع زرودية كي ما تعرفوا زرودية ماشي كامل غالية وهاد الكمية اللي حانطيها لكم تخرج لكم من سبعي ثلاثة ونصح ثلاثة من ري ثلاثة تعاصر ماشتوني قطعتهم هكده يا مرصوات صغر باش طيب الخف لكل كيلو زرودية عندي ري ثلاثة علماء احنا طيكم مقادير مضبوطة هنا دارت زوش كيلو زرودية عندي زجري ثلاثة نخليهم اي طيب وفقنا حتى الطيب لمليح هذيك الزرودية وعلى هايلك هنايا بعد ما طابت ندلها السكر ونعاود نرجحها بش يزيد بش يزيد طيب مع هذك السكر كي ما تعرفوا زرودية رهي حلوة دونك ما ديرول هاش كمية كبيرة على السكر انايا هنايا الكساعي الصغير ميرفدش ميتين وعشرين هادايا يرفض غير ميتين ميلي لتر دارت تقريبا كاس وكاس الا اربع بالصح من بعض زيت شوية انتو ما ديروزوش كيسان بتاع ميتين وعشرين ميلي لتر فستع سكر في كامل هاد الوصفة ونعاود نرجحهم يطيبوا واحد لعشرة دقايق هكدك فوق النار ما تخليوش ما تخليوش ينشف هذك الماء انا غلقت عليهم الكوكوت بش ما ينشفليش الماء لما عندكمش كوكوت عادي من بعد كي ينشف زيدو شوية ما نرحيهم من مليح هكده بالبغا ميكسر ولا ديروهم في في البلندغ كي ما حبيتو المهمة رحيو مليح هذك الزرودية تاعكم حتى توليلكم مليس اه فوالا دكنوا رايكم القاوة متاحة هاوليك انا من بعد نحية كامل هذيك الرواه هذيك اللي دارتلي من الفوق نحيتها خليوها حتى تبرد تماما انا درتها في الليل خليتها باتت يعني بردت مليح 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 من بعد نروحو نكملو اه الوصفة تاعنا هاي الكزرودية تاعي بعد ما باتت وبردت مليح زدرتها بفريجيدر يعني بردت تخي تخي بيان وراهي شغول كمبوت راهي تقيلة اه نقول لكم برك طريقة هنا ليحبوا يديروها كونسانتخي ويخبيوه لشهر الفاضي لرمضان شاء الله اه دوكن نوري لكم واحدة طريقة باش تخبيوه تحطف دوبيح باش يكون مركز هكا باش ما يدي لكم شا يعني بلاسة في الكنجيلاتور اهنا يا جبت برك غيسي بيان شوية كبير باش نقدر نخدم ملاوصة تاعي آلز في زوش كيلو زرودية عندي زوجل ثلاث تعمى عندي زوش كيسان تاع عاصر الليمون تاع ميتين مليلتر زوج كيسان عاصر البرتوقال تاع ميتين مليلتر تقدروا السخنة وعالبرتوقال ديرو غير القارس بشو القارس هو ليقتل القوتع الزرودية ماشي ماشي البرتوقال واحده يعني يقدمت ديرو تشينا ومديروش مديروش الليمون يجي يجي بين القوتع الزرودية عندي زوج عولة بتاعي او اخت ديرو فاني ولا ديرو سيدخون ولا ديرو ابريكو ديرو يعني هاد اللي يمشيوا مع الزرودية وتشينا ولا ديرو غير دبوات تعي او اخت ما تكتروش بش ما يجيش فيه اللغ يغغو هادك باين تعلي او اخت نعاود نخلط هاكا بيان بالفوي ولا بالبغا ميكسر هنازت شوية سكر على بيها قطل لكم انتوما تديروش كيسان تعميتين وعشرين مليارية عمروهم منح سكر هكا بش ما زيدوش كامل سكر من بعد فلاغوسات وعندي زوج مغارف كبار بتاع لفاني بودرا تمدقو هايل اه في هاد الجو هادو هنا ينخلط بيان يلا حبيته موركز دي جاله موركز كي مراهو صفيوه كي ما نديروش انا ما نحبش جو يكون فيه هادوك الشوائب كي نحبوه ليس كي ما لي تباع برا صفيوه ما ديروش برك يا اخت كي مراهو يعني ديرو نفس المقادر والخطوات لي درتهم عنا يستغنوا بك على يا اخت صفيوه هاكدا يبيا وعمروه في قلعة صغار يكون يكون سيعة تحم هاكداك نصر يطلع في كل نصر يطلع ديرو اه ديرو حدر يطلع ونص هكا كتاع الماء ديرو مليتر حتى لتر ونصف تعلماء وشنور دوقو بسكو هو يجي تقيل يتزيدو للمات ما تقدروا تديرو معاه باتاتها ياختو خلطو مليح في الميكسر هادا كونسانتخي بزاف بنين بزاف هايل صدقوني جربوا هاد الوصفة هادية بهاد الطريقة وارجعوا لي الخبر في لي كومنتيغ هنا توجو غاني نقسم على زوج باش نخدم الاس بسكو ما عنديش يعني حاجة كبيرة هاكدايا في الدار لنخلط فيها الاس يبخصاني نقسم قسمتهم هنية على زوج لهاد الكمية هادي قدرت لهنية تقريبا واحد الكاتل يتخاكك تعلماء قدرت ربعاري ثلاثة تعلماء حيديكم يعني هايل يجي شوية تقيل ما يجيش بزاف خفيف وماية وهاد الجو هدايا قد ما يقعد قد ما يزيد يتقال يعني ديروا حسابكم والا هناني نزيد في الماء بشوية المهم هاد لي ديتاي كامل المقادير دو كنخليهم لكم مكتوبين في صندق الوصف وشنو حناطيكم الكيل تاع كيلو تاع زرودية ما تقولوا ليش دعطيتين لنا كيلو ودرتين تيزو كيلو حناطيكم ما المقادير تاع كيلو حكا بش لي تحب الدير شوية تقدر الدير ولي تحب الدوبلي الدوبلي غل المقادير وحنا يقسمتهم في الطيسة ننطس داعي هذا يرفض الزجري تلات ونصف شوفوا هنا يلقى ومتاعوا كيفاش يجي يعني ما يجيش تخونس باغو ما يجيش كامل ماية يجي كي ما داناو دو كي يزيد يقعد سختولة درتوه في رجيدر ديرو في رجيدر دو كي يزيد يعني يزيد يتقال بيا نعمليك وعطيتل الدلاري يعني يشربو شوية بس كيكو تعرفو الدلاري كي شوفو الجو كيفاش يبلو قولوا لي اسكي غير ولادكم ولا ولادي برك انا ولادي شوفو الجو تقول لي مع لبالي شوش شافو الوغسي بوغسا وليت نحب ندير لهم هكدا يا عصائر طبيعية في الدار وموا كي يشربوا دي كونتيتي هكدا يا ما نخافش ما فيهم نموات حفيضة اه ني ملوينة اه اصطناعية ني فيتامينة اصطناعية يعني كل شعره طبيعي وبديت نعمر فيهم في القراعي هدو ما الصغر انا عندي قراعي صغر مشي تعريت له هدو هدو يرفضو نصريت له جربوا الوصفة هدية وصفة بزيف سهلة ومكوينتها بسيطة يعني ما ملقى صره شوية غالي انت خمسة وعشرين وثلاثين الف الكيلو بصح ما كوش حديرو كمية كبيرة تقدروا ديرو غير يعني الا درتوا كيلو زرودية تقدروا ديرو غير نصف كاس تقارس لما يحبوش الجهده يجي فيه شوية القروسية وديرو الوصفة الرياور تعمل ووالا عملك هنايا ما زال وسخون ما زال كامل ما برتش وشوفو كيفاش رهو القاوم تعوره وبين باللي اثقيل نزيد نفرغ لكم هكدا يا في الكعرف بشيبن لكم بيا وقدمته بهذه الطريقة هادي جاها يلجب زف 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 بنين انا ولدي ما فاقولوش كامل باللي زرودية عم باتلهم الجوية تعتشينا قاعدوا يشربوه يعاودو سختوك يقتلهم باللي شريتو ان شاء الله ها في الفيديو الجاي ان شاء الله راني حنشارك معاكم وصفتها كتاعة سائر اللي تقدروا ديرهم في الدار مكونات بسيطة ويكونوا يعني دو قيمة غدائية عالية وتقدروا ما متخبيروهم لرمدان ان شاء الله ولا ديروهم مركز هكا باش باش تسهل عليكم شوية الخدمة في رمدان انا راني نشربو نعاود بزف عجبني هادو شو هادو انتو متاني لا جربت الوصفة ما تنسوش تعطيوني راييكم فيها وديروا الناجام وبرتج لفيديو ولأول مرة تشاهد قناتي تدير ابوني هكذا بشي لحقوها دايما وصفاتي ونقلكم تبقاوا على خير